حضراتكم فاكرين أما الغزو ابتدى قلت كل شوية فيه كلام أو كلمات حضراتكم تنتبهوا لها لأنه بصراحة أنا مش متوقع لنا ولا أنتم ولا أي حد أن احنا نكون ملمين أو يعني بكل التفاصيل المعقدة في هذه المنطقة من العالم لأنه منطقة رغم أننا طبعا مندهش أنه بقى فجأة في عدد من المحللين السياسيين الأوكرانيين والروس اللي بيتكلموا عربي يعني فجأة لقينا محطاتنا كلها فيها محللين من الطرفين يتحدثون العربية ونحن هو في أوكرانيا كذا كذا ولكن روسيا لا توافق لا توافق كده إنما طبعا بحاول بس سدل حضراتكم كلمات دلة حضراتكم فاكرين في الأول خالص أما قلت لكم إقليم الدومباسك ده الإقليم اللي دلوقتي فيه الجمهوريتين اللي روسيا مهتمية جدا أنهم يفضلوا مستقلين جيت قلت لحضراتكم خدوا بالكم النظام السويفت إنه طبعا ده النظام اللي بينقل الدولار في العالم فروسيا تقبط بالسويفت فطبعا كان السويفت ده ففيه كلمات دلة النهاردة أنا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من بولندا دولة بولندا ليه؟ لو حصل أي مصيبة يعني ده مش كلام أنا أنا بتكلم على اللي بيتقال لو حصل أي مصيبة وتطور في هذه الحرب حيكون من دولة بولندا وحتبع المشكلة في بولندا في الغالب يعني ليه؟ بولندا جوة النيتو بولندا عندها قواعد عسكرية وبيتبني فيها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة دي ترجمة نانسي قنقر